هنا ديقار أسابيع فصلت بين فورة غضب وأخرى ساحة الحبوبي مركز غليان الاحتجاج المعهود في كل جولة انتفاضة أو فورة غضب لأسباب عدة منها ما جاء أخيرا بحملة اعتقالات تفاقمت بعدها التظاهرات والغضب والرفض للاعتقال بعد هدوء لم يستمر للناصرية حديث آخر فرئيس الحكومة الذي بدأ بإيقاف مسلسل الاعتقالات ارتفع حينها الصوت عاليا لا للفوضى إذن يحدث هذا في توتر يشتعل بالساحات على إثر اعتقالات تخرج أصوات لم تؤكد رسميا أن بعض هذه الاعتقالات جاءت بفعل كيدي ما أشعل فتيل التوتر مرة أخرى التوتر وصل حدا جعل من الضروري تدخل قوات من الجيش لإنهاء الاحتقان درءا لأي مخاطر قد تتفاقم أو تتطور الأحداث إلى درجة قد تستغلها بعض النفوذ أو بعض المصارح مما يجري في الساحات بعد أن صرحت خلية الإعلام الأمني عن استشهاد عنصر من الشرطة وإصابة 33 من بينهم ما يعيد للأذهان مشاهد القتل والإصابات والاعتقالات التي دفعت بمفوضية حقوق الإنسان دعوة رئيس مجلس الوزراء لإدارة الأمن في الناصرية المفوضية كشفت عن استخدام للرصاص الحي والمططي وعشرات الإصابات بين صفوف المتظاهرين تتكرر الأحداث في منظور المخاوف من ركوب موجها على يد مستغلين لتحقيق نفوذ أو إشعال فتيل أزمة قد تعصف بجهود تحقيق العدالة في شوارع العراقيين